بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه حياكم الله عزيزي المشاهدين في برنامجكم من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في تعامله النجيب وحديثنا عن تعامله مع الشباب الذين هم ثروة الأمة وأملها ومستقبلها الشباب اهتم بهم القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إبراهيم عليه السلام سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهكذا فنبينا صلى الله عليه وسلم تعامله مع الشباب من أكمل التعاملات كان يحتوي الشباب ويغرس فيهم الرجولة والثقة وكذلك الإيمان والتربية الصحيحة النافعة حتى يكون ثمرة في مجتمعاتهم فكان عليه الصلاة والسلام يغرس فيهم الأخلاق والعبادة والأدب وكذلك نفع الأمة مصعب بن عمير شاب أول سفير في الإسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى أهل المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تسمى بيثرب ماذا صنع مصعب أسلم أكثر أهل المدينة على يديه وهو شاب فكان يعلمهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام بكل خلق وأدب حتى أسلم على يد مصعب كبار وسادات من سادات الأنصار منهم سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب بن عمير كذلك عباد بن بشر وغيرهم أسلموا السيد بن حضير على يد مصعب بن عمير كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بالشباب بعث معاذا إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا إلى أهل اليمن جعل في نفسه الثقة أنك تتحمل هذه المسؤولية كذلك عليه الصلاة والسلام بعث عليا أيضا إلى اليمن قاضيا فقال يا رسول الله تبعثني قاضيا ولا أعرف في القضاء فقال اذهب وانطلق فإن الله عز وجل سيفتح على قلبك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب في قضائه فما أخطأ علي رضي الله عنه في قضية قضى بها حتى كان يقول وأقضاهم علي رضي الله عنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بالشباب كان حريصا على تحصين فروجهم حتى لا يزيغوا ومن وقع منهم كان يحتويه حتى لا يكن عون الشيطان عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غضن البصر وأحصن الفرج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء جاءه الشاب يستأذنه بالزنا قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا حتى هم الناس عليه زجروه فقال عليه الصلاة والسلام بكل لطف ورحمة وشفقة وحنان يا غلام ادن مني فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودع له قال اللهم اهده وطهر قلبه وحصن فرجه ثم حاوره الشباب اليوم بحاجة لحوار البنات بحاجة إلى الحوار خصوصا في زمن التقدم الفكري والثقافي يا غلام ترضاه لأمك قال لا قال ترضاه لبنتك قال لا قال لأختك لعمتك لخالتك والغلام يقول لا قال فالناس لا يرضون ذلك لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم انظروا أسلوب الحوار لما حاوره قبل هذا الشاب فصار من المهتدين فشبابنا وفتياتنا بحاجة إلى أن نحتويهم وأن نرحمهم وأن نكون عون لهم ولا نتخلى عنهم حتى لا تتلقفهم أياد الشياطين من الإنسي والجن ابقوا معنا عزيزي المشاهدين نأخذ فاصلا ثم نواصل حياكم الله عزيزي المشاهدين بعد هذا الفاصل ونواصل الحديث عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب فكان يغرس فيهم عليه الصلاة والسلام الثقة أسامة بن زيد شاب غلام وكان أسود البشرة كان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قيل لأسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كان يحبه ويحب والده زيد بن حارثة والله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش هو أميرها تحته من في الجيش أبو بكر وعمر وغيرهم من سادات الصحابة كانوا تحت لواء أسامة بن زيد أراد أن يبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الروم وجهزه وإعطاه الراية حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام فلما تولى أبو بكر الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنظى أبو بكر جيش أسامة وهو شاب غلام حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم عبد الله بن مسعود شاب غلام ما كان يحجبه عنه صلى الله عليه وسلم يدخل على النبي في أي ساعة فكان نحيف الساقين لكنه أول من جهر في القرآن في مكة عبد الله بن مسعود ضحك الصحابة ذات يوم من دقة الساقي عبد الله بن مسعود صعد على شجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه منها بشيء فانكشفت ساقاه بسبب الريح فضحك بعض الحضور على ضعف ونحافة ودقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكهم قالوا لا شيء يا رسول الله ولكن نضحك من دقة الساقيه قال فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد الله أكبر لا تستهن بالشباب عمر ابن سلمة كان إمام مسجد عمره كم تتوقعون عمره سبع سنوات عمره بن سلمة إمام مسجد عمره سبع سنوات كما جاء في البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله قال فكنت أقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم فكان إماما لهم حتى كان يصلي خلفه الرجال والوفود ويصلي خلفه النساء حتى كان إذا سجد انكشفت عورته فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم يعني عورته من الخلف فاشتروا له بردة البردة مثل البشت قال فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي بهذه البردة لحداثة سنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالشباب ويحرص عليهم فلا بد أن نحتوي شبابنا وفتياتنا حتى كان صلى الله عليه وسلم يلاعبهم ويلاطفهم غلام صغير لأبي طلح الأنصاري من أم سليم كان يقول له يا غلام ما فعل النغير وهكذا يا عمير ما فعل النغير عند طار نغر صغير قد مات يا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير ابن عباس يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ويقول يا غلام أني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله انظروا كيف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الشباب كذلك جارية صغيرة بنت لبست ثوبا جديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف اهتمامه بالفتيات البسي وأبلي وأخلقي يا أم خالد وهي طفلة صغيرة كان يكنيها أم خالد كما كان الطفل الصغير أبا عمير فكان يكنيهم يغرس في نفوسهم صلى الله عليه وسلم الثقة والإيمان والمكان في المجتمع لذلك الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها وحاضرها فنسأل الله أن يصلح شبابنا وفتياتنا وأن يجعلهم عونا على الإسلام والمسلمين وعلى نصرة دينهم وصلاحهم وصلاح مجتمعنا فأسأل الله نوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وغدتين على ختام حلقتنا استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة